الحمد لله الذي يصليه على نبي المنتخى المسليه الحمد لله الذي يصليه على النبي المنتخى المسليه صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه وامر الأملاك أيدا بالصلاة عليه زائدا بذلك علاه ثم إلينا وجع الختابا تكرما وأنفسا أتابا فهمت خائلا وعمت الصالح أمر جميل جل عن مثال يا آمرا بأن نصليه على نبينا محمد باب العلا إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي الخدي مقدمة يا الله صلي أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآله وسهبي في الحال والمال عدد محلومات ربنا العديم يا منبي وابتلي خير عدوم وصل يا رحمن والتسلما على الذي تقدمه خطع لما سيدنا محمد والآله وسهبي في الحال والمال وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي ساخل غير الجبرى وصل يا رحيم والتسلما على نبيك الشعير العلمي سيدنا محمد والآله وسهبي في الحال والمال يا من يعقود لمسل مره عليه عشرا خط نير بره ولتوسل بشارات الخدر مزهدعا لغير نحو الكدر يا الله يا رحمن يا رحيم ياه من بجميل ناف إن خط سميا سل بتسليم بالانتهاء أني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآله وسهبي في الحال والمآله يا من يوصل لزي عشري مئة بجاي يا من هما عن شيئا على نبي كان يمهو بحسن سوءا ويوحذ الصعيد من وسن نحم الشفيع من عليه مئتاه سلحت وع ألفا تفوخ في أتاه وهو الذي أرسله من خلخاه لخلقه برحمة وشفخاه وهو الذي لمن عليه ألفاه صلى المناء في الجنان يلفاه يا الله سل أبدا وسلمي على نبيك الرسول سلمي سيدنا محمد والآله وسهبي في الحال والمآله يا من بجاي خبلت خلمي وسنتني عن مرض وألمي ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر الصادات ولي به قد جت بالكتاب بلا مكاره ولا عتاب وصل يا رحمن سرمدا علىه سيدنا محمد يا من علىه يا من كتابك العزيز الصلباء لي ولي عداك طرًا غلباء وفي تلاوتي تويت للخيور جميعا عندما مر والضيور وآله وصعبه في الحال وفي المآله يا مخيم الحال وصل يا رحيم والتسلمع على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآله وصعبه في الحال والمآله يا من جعلت صلوات نامية عني مسافة السلوك التابية ولي عمضاهي جعلتك جهات كل مجاهد عديت زجيات ولي جعلت جملة الشهور لي شواهد مع التهور يا الله يا رحمن يا رحيم من بكريم النافين خد سميا سل سلاة قد تخلد البشر مع السلامك على خير البشر سيدنا محمد والآله وصعبه في الحال والمآله وخل جبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوخ الأوم إلى سوايا سرمدا ولجميع أملاكك الكرامي إنك السميح وخد بشارة تدوم سرمدا مني إلى السهاب يا من همدا ولتجي أهل بدر الكراما أني خيرا خطلي المراما ولتجي عني الأنبياء والرسلا خيرا يديم شكرا وعصلا ولترحمنا الأولياء والعلماء والمومين وكفهم من ظلما وجل كتابك معي هيث أكون يا واهبا وابتليكن فيكون يالله صلح والتسلم كلهين على حبيبك الرئيس الصالحين سيدنا محمد والآله وصمبيه في الحال والمآل وجل كتابتي من ظل يومي فوق صلاة خبلت والصومي واكسف بختي مختفى من العدوم أنت القبير والكبير والعليم والتحنني بك وبالمشفعي أن كل ظالم وكل مدفعي وجل توالي فيه مثل مرشدي وبدني سخه وقلبي أرشدي أخذ سماعني يبحت بالصمن بلا إقالة أتبتلي الزمن لك بلا شكايت مني شكور يا من وابتلي مراد يا شكور وصلي يا رحمن والتسلمي على الذي بي فككت ولمي سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمآل وسفلي يا خزتي ونومي وسقل غيري جالبات الدوم وهركاتي أجعلا والسكنات لك أهب من جميل حسنات بغير آفة وغير كدري يا ظل برايا والخدا والخدري وصلي يا رحيم بالتسليمي على الذي بعث ذات عليمي سيدنا محمد والآل وسعبي في الحال والمآل وشتلي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعني أجزي المنطقى خيرا يفوح في الحال والمآل يا خير الرفيح وعني أجزي أهل بدر صرمده خيرا كثيرا وكتابة عمده وعني أجزي آله وسهبه خيرا كثيرا والتنر بلهبه وعني أجزي جندك الكرامة خيرا كثيرا خطة للمرامة وعني أجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزد بالأكملين وعني أجزي والدي والجميع من شروا بشري خيورا يا سميع ورحم جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي اخترى من غم وشغل عداك بسوى ما يصدو نهج النبيئك والظن من حصدو وشغل عداك بعداك وصرفي قلوبهم اندر ذي تعرفي واسرب قلوب المشركين لسواه در الذين أخصنوا معا ثواه وشغل عبادك بفعل الأمر لا بقتها من نهياذ الأمر وصلي الله صلاة تضيبه ما ساءنا لغيرنا فيضبه مع سلام جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يدي الشرور على نبيك وعبدك الرسول من ليخاد منك ربي خير رسول سيدنا محمد والآله وصعبه في الحال والمآله واجعل بجاء العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي له سرط القديم واجعل بي خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من أعبدا واجعل كتابتي لديك باخيات وصالحات لا تظال ناميات واسرب يا لعينة والأعداء إلى سوايا أبدا واداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جونك فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلاق قدت به لمن على سيدنا محمد وسلمي والآل والسحب وخلبي علمي يا من فوادي ويدي خد جعل ظرفي كتاب كبيفا جعل وبحياتي التسوق الوجلا لغير النحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما بي قد سرت بشرى الخوم بلا أذن ولا لغن ولا حقت كما كفيتني بي من انتقت وليكنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وخدت لي في جملة العادات فوق منع عبادك الثادات وصل يا ريم بالتسليم على من عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآله وصابي في الحال والمعالي يا من لديك نيتي وخولي وعملي زكيت دون جولي وليأخذ دأفا وخسه لي والمنار